فيما يخص العلاقات الأمريكية التركية كشفت مصادر مطالعة أن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر إلغاء الشروط الخاصة ببيع طائرات F-16 إلى تركيا في نسختي لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 ما يسمى بـ NDAA وعقد المجلس أمس الثلاثاء للتحديد الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم نقش خلالها نحو 900 ملحق مطروح من أجل الإضافة وذكرت مصادر مطالعة في الكونغرس أنه تم حذف ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيوجيرسي بوب منينديز والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن ويجعل الملحقان المذكوران بيع الولايات المتحدة طائرات F-16 لتركيا مرتبطا بشروط من بين هذه الشروط الواردة التعاهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لتركيا متوافقا مع مصالح الأمن القومي الأمريكي وأن لا يتم استخدام تلك الطائرات في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني أما ملحق فان هولن فقد أضاف إلى مشروع القانون شرط عدم استخدام الطائرات ضد تنظيم الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني بكاكا وملحقاتها الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية وأن توافق تركيا عن انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي أشارت مصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في واشنطن كان لها دور فعال في هذا التغيير على مستوى مجلس الشيوخ يشاري لأنه بعد استكمال المجلس مشروع القانون سيتم تحويل إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن للموافقة عليه ترجمة نانسي قنقر